موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم نتحدث عن المدخل الأساسي الذي بنى عليه الإمام المالك رحمة الله عليه منازل السير إلى الله تبارك وتعالى ونحن نعلم أن الإمام الهروي رحمة الله عليه عندما تحدث في منازل السائرين وشرح هذه المنازل ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج الساركين وقد بلغت هذه المنازل بالعشرات وكأن الإمام المالقي يؤكد النظرية التربوية التي تفق عليها علماء التربية اليوم أن كثرة التشعب في المعاني التربوية قد تكون تولد أو يتولد عنها صعوبة في الأداء التربوي فكوني أربيك مثلا على مئة أصل هذا قد يسبب لك تشتت لكن عندما أجمع هذه الأصول المئة وأخذ وأخذها في عشر أصول كبرى في كل أصل عشرة هذا يكون أقرب إلى التربية الإمام المالقي رحمة الله عليه جعل المنازل منازل السير إلى الله تبارك وتعالى في تسع منازل ثلاثة تتعلق بمقام الإيمان وثلاثة تتعلق بمقام الإسلام وثلاثة بمقام الإيمان وثلاثة بمقام الإحسان ثم تحدث عن العلاقة بين هذه المنازل وكيف ينتقل الإنسان من منازل السائرين إلى الله إلى المنزل الآخر وفي أثناء حديثه عن ثمرات ونتائج كل منزل ذكر هنا مجموعة من المنازل تتكلم عنها الإمام الهروي فمثلا عندما كان يتكلم عن منزل التوبة جعل من علامات قطع منزل التوبة المحاسبة الإنابة فلم يجعل الإنابة أو المحاسبة منزلا خاصا جعلها علامة من علامات التوبة علامة من علامات تمكن السائر إلى الله تبارك وتعالى في منزل التوبة أن يكون من سلوكه اليومي المحاسبة من سلوكه اليومي الإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى ولكن قبل ذلك لنفهم هذا المنهاج بشكل دقيق نعود إلى الحديث عن هذه المقامات الثلاث بشكل مفصل وعن حاجتنا إلى هذه المقامات نحن قلنا بأن هذا الدين مقاماته أركانه أسسه ثلاثة إسلام وإيمان وإحسان وجاء ذلك في حديث جبريل الطويل المعروف والإنسان مركب من عناصر ثلاث عقل ويعبر عنه بالقلب أحياناً للتفكير دون الدخول في اختلاف العلماء في العلاقة بين العقل والقلب وجسد بدن يتغذب الطعام والشراب ليعيش وروح وهذه الروح قد جاءت ونفقت في هذا البدن عندما كان فيه جنين في بطن أمه كما في حديث ابن مسعود وكان ترتيب الدين لأنه يتحقق به صلاح الإنسان إلى قيام الساعة إيمان لمصلحة العقل والقلب إسلام لمصلحة البدن الجسد وإحسان لمصلحة الروح أو النفس على تعبير من تعبيرات العلماء وهذا الارتباط ارتباط وثيق جداً في العلاقة بين الإنسان وبين الدين وهنا يتأكد لنا أن حالة التدين والتعبد لله تبارك وتعالى بهذا الدين هي ضرورة من ضرورات الإنسان لا يمكن للإنسان أن يلبي احتياجات العقل ولا احتياجات البدن ولا احتياجات الروح إلا بالتزامه بدين الله الذي اختاره تبارك وتعالى للعالمين أنزله على الأنبياء والرسل اختلفوا في بعض التشريعات والأحكام وختمهم بنبينا صلى الله عليه وسلم وجعل الدين الذي اختاره اكمله وأتمه على نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدين الحاكم إلى قيام الساعة المهيم على كل الأديان الناصخ لما قبله هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي التي تلبي احتياجات الإنسان عقلا وجسدا وروحا كيف لنبدأ بالعقل هذا العقل لديه أسئلة تسمى بالأسئلة الحرجة أو الأسئلة الضرورية أو الأسئلة الوجودية بالنسبة للعقل هذه الأسئلة تبلغ تقريبا عشرة أسئلة أساسية جوابها تفصيلها بيانها في الأركان الإيمان الستة أول سؤال يطرع على الإنسان من الذي خلقني؟ من الذي أوجدني؟ وثاني سؤال ما هي الصفات الذي أوجدني؟ ما هي صفات هذا الإله؟ الخالق وثالث سؤال ما الذي ينبغي علي تجاه هذا الإله؟ وهنا يأتي الإيمان بالله فيما يتعلق بإثبات الربوبية لله تبارك وتعالى أو ما يصطلح عليه البعض بتوحيد الربوبية يقول للإنسان الذي خلقك هو رب السماوات والأرض الله تبارك وتعالى تسأل عن أسمائه وصفاته هنا تدخل على التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته عرفنا الله تبارك وتعالى على نفسه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بما جاءنا من الحديث عن أسماء الله وصفاته وأفعاله في الوجود سبحانه وتعالى تسأل عن الوظيفة التي خلقت من أجلها هي العبودية لله تبارك وتعالى أن تكون عبدا لله لو سألت سؤال كيف أعرف هذه الوظيفة وتفاصيل هذه الوظيفة هل أتصل أنا بالإله الذي خلقني أم أن الإله الذي خلقني يتصل بي من رحمة الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هو الذي اتصل بخلقه عبر رسله سبحانه وتعالى هنا يأتي رقن الإيمان بالرسل الرسل هم الذين بلغون رسالة الله إلينا ما الذي يطلبه الله تبارك وتعالى ويأمرنا الله به الذي بلغنا بذلك هم الرسل فيأتي رقن الإيمان بالرسل بكل تفاصيله والأدل على صدقهم ورسالتهم ونبوتهم ومعجزاتهم هنا يأتي الإيمان بالرسل كيف اتصل الرسل بالله تبارك وتعالى هنا يأتي الإيمان بالملائكة هنا الجواب يأتي الإيمان بالملائكة ما الذي جاءت به الملائكة وجاء به الرسل ما الذي أن نزل به نزلت به الملائكة على هؤلاء الرسل الكرام وجاءنا به الرسل إلينا هنا يأتي رقن الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى هذه الأركان الأربعة أجابت على سبع أو ثمان أسئلة أساسية يأتي سؤال آخر يطرح في قلب كل إنسان من العقلا في هذه الأرض وهو يرى في تدابير خلق الله يرى في آثار أفعال الله في هذا الوجود فقد يسأل هذه النفس أسئلة كثيرة لما يكون هذا لما يقع هذا كيف يكون هذا الظلم كيف يموت المظلوم وهو مظلوم كيف يبقى هذا الظالم كيف يأخذ الظالم هذه أشياء أقدار الرزق هنا يأتي الإيمان بالقضاء والقدر كل ما نراه من حولنا في هذا الوجود هو من أفعال الله تبارك وتعالى في خلقه بعلمه السابق سبحانه وتعالى وبحكمته الباهرة ما في شيء عبث ما من شوكة تشاكها في رجلك هي عبث هي من قدر الله ووراءها حكمة وبعلم الله السابق سبحانه وتعالى يأتي السؤال الآخر وهو السؤال عن المصير بعد الموت هل يكون الموت هو نهاية المطاف هو النهاية بين الظالم والمظلوم هو النهاية بين المحسن والمسيء هو النهاية بين المؤمن والكافر هو النهاية بين الفاسق والمطيع لا يمكن الموت ليس هو النهاية الموت بداية مرحلة جديدة هنا يأتي الإمام باليوم الآخر إذن الأسئلة الأساسية لعقل الإنسان والتي تاهى الإنسان فيها هنا عبدت الأشجار وعبد القمر وعبدت الشمس وعبد الإنسان وعبدت الأصنام وكل ما يمكن أن تصور يعبد اليوم لأن الإنسان يعتقد أن هذه المعبودات التي يعبدها تجيبه هو يحاول أن تجيبه على الأسئلة الأساسية التي هو محتاج إلى الإجابة عنها ولذلك تجد إنسان كبير مخترعي أنا ما زلت أذكر قديما جاء دكتور زيارة إلى كلية الهندسة في ليبيا زمان قديما كان من اليابان وكان من المبدعين ولديه كتب ووضع صورة إنسان في لحية طويلة هكذا في غرفته سأله أحد الطلاب عندما كان يزوروا في الغرفة فقال من هذا يعني جدك غضب قال هذا إله الذي أعبده هذا إله الذي أعبده وتجد عجوز من العجايز في صحراء وفي بادية ومن من عاشت على هذا الإيمان تجد هذا الصفاء في الاعتقاد والإيمان بالله تبارك وتعالى والاعتقاد باليوم الآخر وبالرسل وتعظيم هذه الأمور ننتقل إلى الجسد الجسد ما هو؟ أول سؤال يسأل الإنسان يعني أنعم الله عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد أوجده وأمده بكل ما يعطيه القوة على هذه الحياة السؤال كيف أشكر الله عز وجل على نعمة البدن وجودي في الأساس كانت الشعائر الكبرى هي عبودية لله تبارك وتعالى في هذا الباب خاصة الصلاة الصلاة يتمثل فيها الشكر على نعمة الإيجاد والإمداد ثم الإنسان يحتاج أن يتعامل مع الآخرين يريد أن يأكل يريد أن يشرب يريد أن يلبس يريد أن يسكن يريد أن يركب الدابة التي يركبها السيارة التي يركبها فهو محتاج للتعامل مع أخيه الإنسان هنا تأتي الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام البيع وأحكام الإيجارة وأحكام الشراكة وأحكام المتعلقة بمعاملة الإنسان مع غيره ثم الإنسان يحتاج إلى زواج ونكاح عنده احتياج ضروري فضلي لهذا الباب فتأتي أحكام النكاح قد يصيبه ما يصيبه في هذا الطريق قد لا يستقر قد لا يعني يتفق مع من تزوج فهأتي أحكام الطلاق ونحو ذلك إلى أن يأتي لحظة الموت فتأتي الأحكام التي تعلم أهل الإسلام كيف يفعل بميتهم من شعائر الدفن والصلاة والجنائز وغير ذلك ثم كيف نتصرف في مال هذا الرجل كيف نقسمه تأتي أحكام الميراث كل هذه من باب الصلاة إلى باب الميراث التي ينظمها اليوم ما يسمى بالفقه هي تتعلق بركن الإسلام في الدين وكل ما يتعلق من الإيمان بالله إلى الإيمان باليوم الآخر وكل ما يتعلق بهذه الأبواب يتعلق بركن أو بأساس الإيمان تأتي هذه الروح والروح بطهارتها التي تحدثنا عنها وبناقائها وبصفائها تحتاج دائما إلى ترتبط بالأشياء التي فيها السمو سمو في القيم سمو في الأخلاق سمو في التعاملات الإحسان بكل معانيه ومن ذلك أن تشعر الروح بالاستقرار إذا عادت إلى موطنها الأصلي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولذلك كان الإحسان لمصلحة الروح فالإيمان لمصلحة العقل والقلب والإسلام لمصلحة البدن والجسد والإحسان لمصلحة الروح الذي يسير إلى الله تبارك وتعالى ويسلك في سلوكه إلى الله تبارك وتعالى ويتنقل في هذه المنازل يحتاج إلى أن يتفهم ما هي العلاقة بين هذه الثلاث ولذلك لما تكلم عن تعليف الإسلام وأنه يتعلق بالأمور الظاهرة والأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة والإيمان يتعلق بالأمور الباطنة والعلاقة بين الإيمان والإسلام وأنا دائما أصف أن هذه الثلاثية مثل ظفيرة شعر المرأة الثلاثية إسلام وإيمان وإحسان مظهورة تكون منها الظفيرة الظفيرة هذه بقوتها متنتها هذا الحبل المتين هذا هو الدين ولذلك قال العلاقة بين المقامات الثلاث الإسلام داخل تحت نطاق الإيمان إذ لا إيمان لمن لا إسلام له والإسلام والإيمان داخلان تحت نطاق الإحسان إذ لا إحسان لمن لا إيمان ولا إسلام له وينبه إلى أمر جميل يقول والشرع نسب لأن قد يوصف الإيمان والإسلام والإحسان قد توصف هذه المقامات الثلاثة بالإسلام وقد توصف بالإيمان وقد توصف بالإحسان فإذا ذكرت مفردة ذكر الإيمان لوحده فيقصد به الإيمان الذي فيه معه الإسلام ومعه الإحسان وإذا ذكر الإسلام فيقصد به الذي معه الإيمان والإحسان وإذا ذكر الإحسان فيقصد به إذا ذكر منفرداً يقصد به الإحسان الذي قائم على الإيمان والإسلام وذلك يقول العلماء في القاعدة المعروفة إذا اجتمعا فترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا وجدت الإيمان لوحده فالإيمان والإسلام والإحسان إذا وجدت الإسلام لوحده في نص نبوي أو في نص من كتاب الله فهو فيه الإيمان والإحسان وإذا وجدت الإحسان فأعلم أنه متضمن لمعاني الإيمان والإسلام وهذه العلاقة في غاية من الأهمية وذلك حتى الحديث الذي جاء في الصحيح الإيمان بضع وسبعون شعبه في رواية بضع وستون شعبه الإيمان بضع وسبعون شعبه فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذه الشعب بضع وسبعون شعبه مجتمل على شعب الإيمان وشعب الإسلام وشعب الإحسان مع أن الحديث جاء عن الإيمان لكن الإيمان له ارتباط بباطن الإنسان لكن تحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل ظاهر يتعلق بالإسلام وحدثنا عن الحياء وحدثنا عن درجة عالية لا إله إلا الله وحدثنا عن درجة الدنيا فأدناها إماطة الأذى عن الطريق وحدثنا عن درجة وسط وهي الحياء والحياة له ارتباط بالإحسان قال لكن الشرع ينسب إلى كل مقام ما يغلب عليه قال والشرع نسب كل مقام إلى ما يغلب عليه فإذا غلبت أوصاف الظاهر على أوصاف الباطن حتى إن الباطن يستمد من أنوار الظاهر سمي بالغالبي وهو الإسلام إذا غلبت أوصاف الظاهر على الباطن سمي بالإسلام فإذا غلبت أوصاف الباطن على أوصاف الظاهر حتى إن الظاهر يستمد من أنوار الباطن سمي بالغالبي عليه وهو الإيمان كما ذكرنا في الذكر ذكر اللسان له ارتباط بالإسلام لأن الغالب هو الظاهر والقلب تبع ذكر القلب ينتمي إلى الإيمان لأن الغالب هو القلب واللسان معبر عن القلب ثم قال فإذا اتصفت النفس وتطهرت وصارت نوراً يضيء منها الباطن والظاهر سمي بالغالبي عليه وهو الإحسان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه المقامات ثم انتقل الإمام في آخر هذا الباب إلى منهاج السائرين على الله في ضوء المقامات الثلاث ما هو المنهاج؟ ماذا فعل؟ قال نحن عندنا إسلام في الظاهر يبدأ إيمان إحسان فاعتبر الإسلام هو البداية ومن أركان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله فهو البداية واعتبر الإيمان هو التمكين واعتبر الإحسان هو النهاية البداية بالإسلام تأخذك إلى التمكين في الإيمان تأخذك إلى نهاية المقامات وهو في مقام الإحسان وفي كل مقام من هذه المقامات ماذا فعل؟ جعل له بداية وجعل له تمكين وجعل له نهاية فأول مقامات الإسلام هو التوبة بداية الإسلام كيف تبدأ؟ تبدأ بالتوبة والعودة إلى الله والتمكين في الإسلام بالاستقامة فكان المنزل الثاني في مقام الإسلام هو الاستقامة ونهاية مقام الإسلام هو التقوى لتلج بعد ذلك إلى مقامات الإيمان وأنا كما قلت العملية مرتبطة ببعضها ليست هناك فواصل حدية هو تقريب أول مقامات بداية الإيمان هو الإخلاص والتمكين في مقام الإيمان هو الصدق والنهاية في مقام الإيمان هي الطمأنينة والطمأنينة بها يالج الإنسان إلى مقام الإحسان وأول مقامات الإحسان المراقبة أو أول منازل الإحسان المراقبة ثم يالج إلى التمكين في الإحسان وهو المشاهدة ثم ينتهي إلى مقام النهاية وهو مقام معرفة العارف بالله هذا هو السياق الذي أخذه ولذلك قال فبداية الإسلام التوبة وتمكينه الاستقامة ونهايته التقوى وبداية الإيمان الإخلاص وتمكينه الصدق ونهايته الطمأنينة وبداية الإحسان المراقبة وتمكينه المشاهدة ونهايته المعرفة البدايات والتمكينيات والنهايات هي التي عبر عنها بالمنازل ونبه هنا إلى أمر في غاية الأهمية هذا الترتيب الذي اختاره في المنازل مهم لأنك لا يمكن أن تطمع في النهاية ما لم تحسن البداية كيف تطمع في التقوى وأنت لم تحسن التوبة؟ كيف تطمع في ضمأنينة وأنت لم تحسن الإخلاص؟ فجعل الإنسان يسير في هذه المنازل التسع وإذاك قال وَلَا مَطْمَعَ فِي النِّهَايَاتِ إِلَّا بِتَصْحِيحِ الْبِدَايَاتِ نبدأ بالنهاية لها فلا معرفة لمن لا مشاهدة له ولا مشاهدة لمن لا مراقبة له المعرفة نهاية مقام الإحسان والمراقبة أول مقام الإحسان ولا مراقبة لمن لا طمأنينة له ولا طمأنينة لمن لا صدق له ولا صدق لمن لا إخلاص له ولا إخلاص لمن لا تقوى له ولا تقوى لمن لا استقامة له ولا استقامة لمن لا توبة له قال فيظهر لك حسن ترتيب منازل المقامات وارتباط بعضها ببعض لكن وأختم هنا لكي يتحدث في كل منزل نحن بإذن الله سنبدأ في منزل التوبة في اللقاء القادم كما قلنا المركزية عنده بعد فهم حقيقة المنزل في الذكر فيأتي يتحدث عن الذكر الذي يتناسب تتناسب معانيه مع المنزل ويعلل لماذا اختار هذا الذكر من حيث المعاني لماذا اختار الاستغفار للتوبة لماذا اختار ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للاستقامة ولماذا اختار ذكر التهليل بلا إله إلا الله للتقوى يعلل ويبرر ثم يتحدث عن مقصد الذكر الذي قلنا هي مناجاة ودعال الله تبارك وتعالى بهذه المعاني ثم يتكلم عن الثمرة التي سيجنيها الإنسان إذا تحقق بمعاني هذا الذكر بالمقصد فأنت عندما تبدأ بالاستغفار وتستحضر معاني الاستغفار في حالة المقصد كلما تكرت هذه المعاني ستأتي كثمرة هذه الثمرة هي الخوف ثم تكلم بعد الثمرة على النتيجة نتيجة هذا السلوك هنا يذكر أحد عشر صفة حميدة تنفي عن الإنسان أحد عشر صفة ذميمة في كل منزل مثلا في منزل التوبة سيتكلم عن المحاسبة من نتائج التوبة المحاسبة يصبح الإنسان فيه كثرة محاسبة لنفسه ببركات التوبة والمحاسبة تنفي عن النفس عدم الانتباه أو تنفي عن النفس التغافل عن تراكم المعاصي يوما بعد يوم الذي يحاسب نفسه في كل يوم هو يحافظ على عدم تراكم النقاط السوداء أو النكة السوداء على قلبه ثم بعد ذلك ينتهي بعلامات ببعض العلامات التي ترشدك أنك تسير في الطريق ثم بوصية جامعة في كل منزل من المنازل وبهذا بإذن الله تبارك وتعليكم قد أتى على المنازل التسع نحن بإذن الله في هذا البرنامج سنتحدث عن المنازل الثلاثة في مقام الإسلام التوبة والاستقامة والتقوى وإن كان في العمر بقية وإن بقي في العمر بقية بإذن الله سيكون البرنامج القادم في منازل الإيمان الثلاثة الإخلاص والصدق والطمأنينة ثم إن بارك الله في الأوقات ننتقل إلى منازل الثلاثة في مقام الإحسان المراقبة والمشاهدة والمعرفة وبذلك إذا أتم الإنسان هذه المنازل وتمكن منها بإذن الله تبارك وتعالى وعادها من جديد يوما بعد يوم وصار عليها بإذن الله تبارك وتعالى يكون قد صار على منهاج واضح بي ومنهاج قائم على اجتهاد صحيح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهده عليه الصلاة والسلام في تربية أصحابه وتنشئتهم وتقوية إيمانهم والأخذ بأيديهم إلى طريق الخير والصلاح والفلح جزاكم الله خير وبرك الله فيكم وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة